صور للرهائن داخل مقر الشركة في أنقرة كما يظهر على شاشة الحدث الآن وتحدث ربما قبل دقائق من الآن الدكتور مهند عن وجود رهائن في داخل الشركة لكن حتى الساعة لا ندري إذا ما كان تم الإفراج عنهم أو ما زالوا رهائن داخل هذا المكان إذن هذه الصور متداولة لعدد من الرهائن داخل شركة الصناعات الجوية الفضاء والجو في أنقرة والتي حدثت فيها هذه العملية وهذا الاستهداف في ربما قبل نصف ساعة من الآن والذي نفذه ثلاثة مسلحين قضية على واحد منهما فيما استمرت الاشتباكات لفترة ما بين الجانبين وهذه الصورة تظهر الآن بأنه اتخذ هؤلاء الأشخاص استخذ كرهاء داخل الشركة أثناء تنفيذ العملية من قبل المسلحين الذين تمكنوا من الدخول إلى المقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر